ايه هو مباراة برايتون مع ايبرتون كل تفاصيلها كانت بتقول انه برايتون اللي هيكسب المباراة ده على ارضه ده الفريق اللي لسه كسبان منشستر يونايتد الجودة اللي فاتت واحد واللي كسب تشيلسي قابليها واحد واللي كان كسبان وولفز من ماتشين ستة صفر واللي حتى لما خسر في الكاس من يونايتد خسر بضربات الترجيح ده غير انه بيلعب فريق من السلاسي الهابط يعني ايبرتون كل المؤشرات بتقولك انه خلاص ماشي ماتش مش صعب قوي ولكن ايبرتون اكتسحوا برايتون في ملعب برايتون بنتيجة خمسة مقابل هدف واحد لو اتفرجت على المباراة هتستغرب جدا لانه اولا نسبة الاستحواز لبرايتون 79% 79% ده غير انه هم شيطين كمية تسديدات على المرمى مش طبيعية لكن عملوا نموذج ايبرتون في فكرة الفريق اللي بيهاجم هجمات مرتدة فسجل خمسة اي نعم هو اول جول جابوه في الدية الاولى في الثانية خمسة الثانية خمسة وتلاتين من المباراة عن طريق دوكوريو بعدها بشوية جات له كرة عرضية راح جايب العرضية لمسة واحدة في الشباك بعدها ستيلي حارس المرمى حول كرة عرضية الى شباكه وبعدها ماكنيل سجل هدف رابع حلو قوي حكاية يعني تبسط له كرة جميلة جدا من ناحية الشمال من ايليكس ايوبي ورح عامل مروغة ورقص المدهاجم المدافع مع حارس المرمى ويسجل قبل ما يسجل احتفل هي اللقطة دي بالزبط كده احتفال جميل وبعدها ماكالستر اخيرا سجل بالعافية بقى يعني هما كمية فرص شو التاني بيعتمدوا على النيموتيمة يجي يضم الجوة ويرعمل عرضية لكن الدفاعات كانت متقلقة بيكفورد كان متقلقا العرضة كانت متقلقة في ثلاث مرات والجول حتى جايب بعد ما الكرة ايه اتردت من العرضة كانت شكلها يدحك حتى الكرة عرضية دخل بالعافية هتخبطة في الواد اللي واقع على الارض اللي هو ماكالستر وراح اتدخلها في الشباك فالهدف اخيرا جايب لكن بعدها ماكنيل سجل هدف خمسة واحد دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لبرايتون على مستوى صراع المشاركة الاوروبية في النسخة المقبلة لانه بالتالي توقف رصيده عند 55 نقطة اتأخر عن توتنم بنقطتين كان بيسعى للفوز علشان لسه يحاول ان يخش على مستوى مباريات او منافسات دوري ابطال اوروبا في النسخة المقبلة اما ايبرتون فتلت نقاط من السماء من السماء بعد ما كسبوا عندهم 32 نقطة خرجوا مبدئيا كده من مراكز الهبوط وعندهم 32 نقطة في المركز السبعة عشر نوتنج هام من شوية كان بيلعب مع ساوس هامتون يعني الاخير وقبل الاخير كانوا بيلعبوا ونوتنج هام فوريست كسب بنتيجة اربعة تلاتة عشان يسعد للمركز بقى الستاشر فوق ايبرتون يعني ايبرتون برضو لسه برة الثلاثي لكن نوتنج هام استمتع بانتصار كبير بصوا لجوان بقت ازاي اربعة تلاتة وقدي خمسة واحد غير ان كان فيه خمسة تلاتة كمان ما بين ليستر سيتي وفولم الانجليزي علشان ليستر سيتي يواصل التواجد في الازمات المركز الـ 18 اول مركز من مراكز الهبوط بنفس رصيد ليتز يونايتد اللي تحتهي واخيرا ساوس هامتون لشكرا يعني خلاص شكرا ساوس هامتون فريق ممكن يعمل لك ماتشات كبيرة جدا وممكن تلاقيه من كم موسم كان في النص الاول من الجدول والسنة دي اعتقد انه من اول الفرق المودعة عندهم طبعا براوس اللي بيجيب الفولات على طول يعني هيكون صفقة اكيد يعني في الصيف لو هبطوا في المرحلة المقبلة كده شكل الجدول بقى فيه 30 ليتز 30 ليستر سيتي 32 ايفرتون نوتينج هام فوريس 33 وبعدها ويست هام بقى 37 اللي هو مش لسه يعني في مرحلة الخطورة بس الوضع يبدو افضل حالا بكل تأكيد من الفرق اللي تحته في الجدول طيب ده بخصوص المتشتر بتاعت الدور الانجليزي